أنت الأصغر شهامك علم شمس النور صوت الحق الصائف نور يعلمه بسم الله الرحمن الرحيم محاضرة اليوم سنحل فيها أسئلة على أكسرسايز 8 ثلاثة سنكمل حلول الأسئلة ونبدأ أيضاً بمعكوس الدوال الزائدية سكشن 8 أربعة في المحاضرة الفاتت أثبتنا بعض القوانين الخاصة بالدوال الزائدية وتعرفنا على أيضاً اشتقاق هذه الدوال وبعض التكاملات أخذنا بعض الأسئلة على الاشتقاق تعالوا اليوم نكمل الأسئلة الأخرى التي تتعلق بالتكاملات فالسؤال هنا بقول لي evaluate the integral evaluate the integral integral هنا exercise 8 ثلاثة لو هنا أخذت السؤال 27 وقلت إيش تكامل x تربيع في كوش x تكعيب dx بدي نتيجة هذا التكامل طبعاً التكامل هذا هحله بالتعويض هأفرض القيمة اللي مع الكوزايش اللي هي x تكعيب هفرضها بيو فحقول له x تكعيب أفرضها بيو طب ليش فرضت هادي بيو لأنه مشتقطة 3x تربيع dx فالx تربيع dx موجودة عندي في السؤال تمام فهذا بيساوي 3x تربيع dx بالساوي دي يو وهذا معناه أنه x تربيع dx اللي معايا بتساوي لي dy على ثلاثة تمام فإيش سؤالنا هذا بيصير تكامل كوزايش ال x تكعيب حشيلة وحط بدالها يو وال x تربيع dx هادي مع هادي حشيلها وحط بدالها دي يو على ثلاثة والثلاثة حنطلح بره أخذنا في المحاضرة الفاتحة تكامل الكوزايش قلنا تكامل الكوزايش صايش وتكامل الصايش كوزايش التنتين مع كوزايط لبعض بدون إشارة سالبة فهذا بيساوي 3 سنش اليو لكن إيش أنا فارض اليو بx تكعيب إذن هادي عبارة عن 3 سنش ال x تكعيب بلس سي فهذا التكامل بسيط أو سهل جدا وقلتك هنا عشان أنت تعرف تكامل لازم تكون مجموعة القوانين قدامك اللي أخذناها المحاضرة الفاتحة عشان نقدر نكامل هذه الدواء لو جئنا هنا لسؤال 36 في نفس المجموعة بقولي السؤال 36 بده تكامل سنش ال x في 6 تربيع ال x d x إحنا في المحاضرة الفاتحة قلنا قانون اللي هو تكامل تانش ال x في 6 ال x بساوي سالب 6 ال x زائد c هذا القانون كتبنا المحاضرة الفاتحة قلنا اشتقاق ال 6 ناقص 6 في 2 والعكس تكامل ال 6 في 2 بساوي سالب 6 طب أنا كيف هادي أحطها على هذه الصورة إيش عمل هنا أيوة فك هادي واحدة منها حتصير هنا سنش ال x هادي حتصير واحدة منهم حتصير كوزايش ال x والتاني هخليها 6 ال x يعني هأفصل 6 تربيه أخليها 6 في 6 وواحدة أستخدمها والتاني أعوض بدلها واحد على كوزايش الآن بسيطة ما هو هذا على هذا صار هو عبارة عن التانش ل x في 6 ل x وصار القانون اللي قدامي هنا عندي جاهز فصار تكامل هادي منص 6 أو سالب واحد على كوزايش اللي هي سالب 6 سيطلع نفس الجول فهذا السؤال بالطريقتين هدول بإمكانك تحل طيب سؤال 40 بده تكامل التانش x سؤال 40 بده تكامل التانش x dx برضو سهلة إحنا زمان عرفنا تكامل التان قلنا لك ماينس لن المقام اللي هو الكوزايش هادي كيف نكملها بسيطة التانش عبارة عن سنش x على كوش x في dx مشتقط المقام موجودة في البسط مشتقط الكوزايش بالساوي هادي فالجواب لن كوش ال x بلا c فهي سهلة جدا إذن تكامل التانش لن الكوزايش وتكامل برضو الكوزايش لن الصانش طيب لو بدنا سؤال 42 تكامل السكش بدنا سؤال 42 بدنا تكامل سكش ال x طبعا هنا بنفعش أقول هذا القانون يجابه ويطلع زي ما أخذنا تكامل السك اللي هي لين سك زائد تان هنا طبعا بزبط معايا ليش لأنه مشتقط السك مالها سالب سك في تان فوجود الإشارة السالبة بأدي أنه أستعمل طريقة أخرى لتكامل السك شوف كيف سنكامل بطريقة سهلة أول حاجة سنروح السك هذه نبسطها كالتالي ستصير واحد على كوزايش ال x تمام وأضرب البسط والمقام في نفس القيمة كوزايش x في كوزايش x ضربنا البسط والمقام في نفس القيمة كوزايش x أنا لسه لم أكملت لكن أريد هايق السؤال للتكامل فهذا عبارة عن إيش يا شباب عبارة عن تكامل كوزايش x على كوزايش تربيع x في dx ركز معك بالتكامل بطريقة سهلة ووسيطة تمام في المحاضرة الفاتتة أنا كان عندي قانون بقول إيش كوزايش تربيع x ناقص سايش تربيع x بساوي 1 هذا قانون أخذناه في المحاضرة الفاتتة عكس الدواء المثلاثية الإشارة السالبة طب هذي الكوزايش تربيع x بدي أشيلها وحط بدالها 1 زائد سايش تربيع فهذي بدي أساوي تكامل كوزايش ال-x في dx على 1 زائد سايش تربيع ال-x أنا لسه ما كملتش طب كيف بدي أكامل هذا برضو بالتعويض إيش أعمل أفرض اللي هو سايش x بي بي أفرض سايش ال-x بالساوي u مشتقدتها موجودة عندي في البسط اللي هي كوزايش x dx بالساوي du مراكزين معايا شباب إذن سؤالنا شو بصير تكامل du على 1 زائد u تربيع آه وهذا قانون معروف تنساش قلنا لك مشتقد الساين inverse 1 على 1 زائد u تربيع لو بدي عكس هقول لك تكامل 1 على 1 زائد u تربيع بي ساوي 10 inverse u إذن هذا 10 inverse u ولكن أنا u فرضها ب sin x فجواب هذا 10 inverse sin x plus c ممكن كمان سؤال ناخد على التكاملات لو قال هنا سؤال 31 في exercise 8 3 طبعا هذا مباشر تكامل 1 عكوزايش تربيع x dx هذا سؤال مباشر جدا 3 x إحنا بنعرف واحد عكوزايش تربيع شو بساوي ايش بساوي شباب ايو بساوي 6 تربيع 3 x dx ومن قوانين لأخذناها في محاضرة الفاتحة تقولنا لك تكامل 10 6 تربيع صح ولو بتدعك سأقول له تكامل 6 تربيع بده ساوي لل 10 3 x إذن هذا بده ساوي 10 3 x على 3 زائد إيش زائد سي فالأسئلة كلها مباشرة فقط بتنحل إذا أنت عارف القوانين هذه كلها ترجمة نانسي قنقر طيب نجي الآن للمجموعة الأخيرة من الأسئلة هي مجموعة برضو مهمة وهي إثبات بعض قوانين الدوال الزائدية قلت تكسيكشن هذا في مجموعة اشتقاق ومجموعة التكاملات ومجموعة لإثبات هذه القوانين هذه القوانين إثباتها بسيط جدا وكلها سنثبتها بطريقة التي هي التعويض عن الصين والكوزين بالقيم المناسبة فالقانون هذا بقول لي verify the identity تحقق من المتطابقة التالية هاخد سؤال هنا تسعة وخمسين في اكسرسايز تمانية ثلاثة انتبه معي لو سمحت بقول لي أثبت أنه صينش اكس زائد واي بساوي صينش الأول في كوزايش الثاني زائد كوزايش الأول في صينش الثاني هو نفس قانون الصين العادي صين مجموع زاويتين يساوي صين في كوزاين زائد كوزاين في صين وهذا نفس الحاجة بقول لي صينش المجموع يساوي مجموع هدول طبعا كيف أثبت بتثبت هذا القانون بطريقة سهلة أخذ الطرف الأيصر وأشوف هش بساوي وأخذ الطرف الأيمن أعوض عن الصينش والكوزاين شو بقيمت وإيش وأبسط الحادين وأثبت أنه متساوي هل قلت أنت بتعرف من المحاضرة اللي فاتت أنه صينش الأيصر بساوي e و6 منص e والسالب x على 2 وبنعرف كمان أنه كوزاين x زيها بس الإشارة اللي في النص سالبة أبدأ الآن بالطرف الأيصر اللي هو left hand side صينش x زائد y شو هذي ستساوي إي x زائد y ناقص e والسالب x زائد y على 2 صح الطرف الأيصر x زائد y ناقص e والسالب x زائد y على 2 هل قلت بدي أجي أخذ الطرف الأيمن وبسط وأثبت أنه فعلا بساوي الطرف الأيصر شوف كيف طريقة سهلة إلا أنا عندي essential x في كوش y plus كوش x في essential y شو هده بساوي ال-ex minus e x على 2 هذي وهذه قمتها e x y على 2 زائد e x plus e x على 2 وهذه e x y plus e x y على 2 و و و أجمع المقدارين و أجمع ما هذا سيساوي طلع معي هذا و نضربه في هذا المقام في المقام 2 ثانين في اثنين حيصيره قديش؟ أربعة. نجي نضرب إي أس إكس في إي أس واي. نعرف عند ضرب الأسات المتحدة ستجمع الأسس، فهذا حيصير إي أكس زائد واي. زائد. أضرب هذا في هذا الآن. زائد إي أس إكس ماينس واي. بعدين نضرب هذا في هذا ناقص إي أس واي ماينس إكس. بعدين نجي نضرب هذا في هذا. إي أس سالب إكس في إي أس سالب واي. ناخد السالب عام المشترك. شو بيضل زائد إي أس سالب إكس زائد واي. نقص عام المشترك أخذناها يا. هل قدت هادي في هادي إيو ساكس و هادي في هادي هادي في هادي هايها صحيحة هادي في هادي إيو نقص إكس بعدين هادي 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 حتصير سالب صحيح كلام سليم طيب نيجي الآن نبسط المقدار هذا بنفس الشيء اثنين في اثنين هيطلع معي أربعة وهي هيطلع إي إكس زائد واي وهادي هتطلع ناقص إي أس إكس ماينس واي وهادي زائد إي أس واي ماينس إكس وهادي ناقص إي أس سالب إكس زائد إيش واي الآن لما بدأ أجمع هذا الحد مع هذا الحد إيش اللي حيروح مع إيش شوف لما بدنا نوحد المقامات ونأخذ الأربع عام المشترك ونجمع الحد هذا مع هذا إيش هيساوينا الأربع خدناها عام المشترك مضاعف مشترك بين الحدين طبعا الإي أس واي إكس زائد واي تجمعها للإي أس إكس زائد واي هتصير اثنين صح؟ اثنين إي إكس زائد واي هلقيت هذا حيروح مع هذا لأنه إشارته إيش موجب وسالبة وهذا برضو حيروح مع هذا لأنه إشارة موجب وسالب وحيظل معايا سالب أثنين إي أس سالب إكس زائد واي تمام؟ هاخد الأثنين عام المشترك شو حيظل معايا إي إكس زائد واي مينس إي إكس زائد واي على اثنين وهذا هو الطرف الأيصر سنش الإكس زائد الواي سهل جدا إثباته فقط بالتعويض عن السنش والكوش بقيامهم وتبسيط المعادلة تمام؟ لو في أي سؤال كانت تسأل مينس إشارته إذا كانت الإشارة هنا موجب الإشارة هنا برضو موجب السؤال اللي بعده زيه إذا كانت الإشارة هنا سالب فبرضو هذي سالب نفس الإشارات ومع الكوزينش نفس الإشارات يعني السؤال اللي بعده بيقول لي أثبت إنه كوزينش إكس زائد واي بساوي كوزينش إكس في كوزينش واي زائد صاينش الإكس في صاينش الواي هل قدت هذا القانون زمان أخذناه كوزين الإكس ناقص واي بدأ غير الإشارة إذا هذه زائد هذه ناقص بس في الدوال المثلاثية العادية بس في الدوال الزائدية بيقول لي برضو نفس الإشارة فكوزينش المجموع بيساوي مجموع الكوزينش مع الصاينش بغيرش الإشارة هنا ونفس الحاجة لو كانت الإشارة هذه ناقص فبرضو الإشارة هذه ناقص هذا أعتقد السؤال إيش؟ اللي بعد سؤال هذا ستين، هذا واحد وستين تقريبا طيب، الآن لو معي تانش المجموع كيف أثبت هذا بنفس الطريقة؟ نضع نفس مثبتنا، نضع هذه قيمتة وهذا 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 وبسط الطرفين بنفس الطريقة، طريقة سهلة وبسيطة جدا طيب، أنا لو قلت لك تانش الإكس زائد واي شو بيساوي؟ أنا هذا القانون بديش تحفظها، بس تعرف كيف يثبتاتها، وثبتاتها سهلة زي ما أنت شايف لو عارف قانون إلها، بتحل بالقانون مش عارف تستخدم نفس الطريقة هذي اللي قدامنا هذي بيساوي تانش الأول زائد تانش الثاني على واحد زائد تانش الإكس في تانش الواي هنا أيضا الإشارة نفسها، ركز معي إذا هنا زائد، هنا زائد، هنا زائد، كل الإشارات الثلاثة مثل بعض وإذا الإشارة هنا سالب، أيضا هنا سالب، أيضا هنا سالب، أيضا هنا سالب طب، أنا لو أريد أن أثبت هذا كيف أثبته، طبعا هذا على عكس الدواء المثلاثية، هل قد سنتحدث عنه ولكن نحن دعونا أول شيء نثبت أن التانش هذا ما يساوي؟ كيف أثبت هذا يا شباب؟ طلع معي الطريقة سهلة لإثباته إذا أنت بدأك تثبت بالطريقة هادة تحط عن التانش قيمه متبسط بمشي الحال؟ لو بدأك بطريقة أسهل، شهي هي؟ وابدا بالطرف الأيصر، هل قدت أنت معك تانش الإكس زائد واي؟ ماش بساوي سنش الإكس زائد واي على كوزينش الإكس زائد واي؟ صحيح؟ القانون اللي فوق عارفينه، واللي تحت عارفينه، فهذا شو بساوي؟ بساوي ساينش إكس في كوزينش واي زائد كوزينش إكس في ساينش واي على كوزينش إكس كوزينش واي زائد سنش إكس في سنش واي كتبت لفوق قانونها اللي فوق، واللي تحت برضو قانونها، هل قدت أنت بدك هذه إيش؟ بدك إياها في المقام إيش هذي؟ واحد، إذن هذه بدك تخليها واحد، عشان تخلي هذا اللي تحتاني واحد، إيش تعمل بالزبط؟ تقسم كل حد من الحدود هذه على هذا الحد، عشان تخليها واحد زيها؟ تفهم ماذا بدك تساوي؟ إذن بدك أقسم هنا ديفايد، أقسم من البسط والمقام، كل حد من حدود هذه أقسمه باي كوزينش إكس في مضروبة في كوزينش واي، وانتهى السؤال، لما تجي هذه تقسمها أنت على كوزينش إكس في كوزينش واي، أقسمها ولا نعملها دغري، شو بتساوي هذا؟ هه، سينش إكس كوزينش واي، أقسمها على كوزينش إكس كوزينش واي، زائد كوزينش إكسたいكس بكوزينش وي، يزائد سنش اكس بسنش واي كوزانش اكس كوزانش واي هلقاء تجي نختصر مين هنختصر هنختصر اللي هي كوزانش الواي هادي مع كوزانش الواي هادي هيضل معك سنش ال اكس على كوزانش الواي هي تانش ال اكس هادي بعدين نختصر ايضا اللي هي كوزانش ال اكس هادي مع كوزانش ال اكس هادي هيضل معك سنش الواي على كوزانش الواي اللي هي تانش الواي وهذا كله حيروح مع هذا حيضل معك واحد الآن السنشل X على كوزانشل X هذه هي عبارة عن التانش X والسنشل Y على كوزانشل Y هي عبارة عن التانشل Y إذن هذا جوابه كله حيطلع للطرف الأيمن Right hand side بدأنا بالطرف الأيصر اللي هي تان X تانش XZ Y وتوصلنا للطرف الأيمن خد بالك في الدوالة المثلاثية لهذا القانون إحنا قلنا في الدوالة المثلاثية إشارة الكوزانش تتغير إشارة الكوزانش تتغير الزائد بصير ناقص يعني أبدا تطبق هذا القانون في الدوالة المثلاثية هذا حتصير زائد لكن هذا حتصير ناقص عشان إيك في الدوالة المثلاثية قانون هذا إيش بكون زائد البصد بكون زائد وهذا بتكون عكسه ناقص ربما أنا في أحد المحاضرات حكيت عكس هذا بس هذا الصح هذه زائد هذه زائد إشارة المقام بتتغير طيب لو كانت هذه ناقص هذه حتكون ناقص وهذه حتكون زائد إذن في الدوالة المثلثية البصل والمقام عكس إشارات بعض أما في الدوالة الزائدية نفس الإشارات فهنا سهلة جدا نفس الإشارات سواء مع الصينش ولا مع الكوزينش ولا مع التانش كله نفس الإشارات ناخد كمان سؤال على اللي هو القوانين هادي وننهي سكشن الثالث هنا بدي أخد سؤال سبعة وستين السؤال بيقول لي صينش تربية إكس على 2 بدنا نثبت أنه بساوي كوزينش إكس ناقص 1 على 2 خد بالك في ثبات هذه القوانين لو سمحت أنا ما بديش تحفظ القوانين هادي لكن أنت لو تعرف تثبت أي واحد باستخدام القوانين اللي قبله بمشي الحال بمكانك تثبتها فهم كيف يعني لما أقول لي إثبت أنه صينش 2 إكس بساوي 2 صينش إكس في كوزينش إكس إيش أعمل طبعا عندي أنا القانون بقول صينش إكس زائد وي بساوي صينش إكس في كوزينش إكس في كوزينش إكس في كوزينش إكس إنت لو عارف قانون سابق عشان تثبت هذا القانون إثبته لكن لو مش عارف إيش أعمل استخدم الطريقة الرئيسية اللي معايا إنه عوض عن القيم هادي بالدوالة الأسية المعروفة يعني أبدأ هنا بالطرف إيش؟ الأيصر أقول له صينش تربية إكس على 2 انتبه معايا قانون الصينش شو بقول إي أس إكس على 2 ناقص إي أس ناقص إكس على 2 على 2 لكل تربية عوضنا بالصينش قيمته لأي نقطة أو لأي زاوية أو لأي قيمة إكس على 2 الآن نفك التربية هذا إيش فك التربية هذا إي أس إكس 2 على 2 لكل تربية حتظلها إي أس إكس صح؟ بعدين سأقول لك الأول في الثاني في 2 ناقص إيش؟ 2 ليش؟ لأنه لما تدور بالأساسات المتحدة إكس 2 ناقص إكس على 2 يساوي إي والصفر يساوي 1 إذا أنت قلت الأول في الثاني في 2 طبعا ناقص فظل عندي سالب 2 زائد مربع الثاني إي أس سالب إكس على مين؟ على 4 هذا الطرف الأيصر ركز معايا هل قلت سؤالي بدك تثبت هذا بالساءو كوزينش إكس ناقص 1 على 2 تمام؟ هل قلت أنا هذا لو وزعت البسط على المقام شو هيصير؟ كوزينش إكس على 2 ناقص نص صح؟ مراكزين معايا؟ هي هادي هل قلت خد هادي مع هادي لحال جسمها على أربعة وخد هادي لحال جسمها على أربعة بيطلع معنا اللي هو نفس الطرف الأيمن هاي الإيو سيكس ناقص أو زائد الإيو السالب إكس على أربعة هادي زائد هادي جسمنا على أربعة يعني أنا وزعت البسط على المقام أخدت الأول والآخر جمعته على أربعة ناقص 2 على أربعة هي الطرف الأيمن هادي حتساوينا نص كوزينش الإكس ناقص نص تمام؟ لأن هادي الاثنين وعندك أنت مضروبة اثنين في المقام فنص الكوزينش ماينس 2 على أربعة هي النص فأنا هنا أعطيتك طريقة سهلة لإثبات القوانين باستخدام الدواء الاسي عاد ما قاعد أنا بقول لك نفس الكلام اللي بتحكيه حكيته أنا لو إنك بدك تثبت أي قانون من القوانين هدولة باستخدام قانون سابق بمشي الحال وفي كثير من الأسئلة بتثبت بعض الطريقة حتى لو ما كانش القانون اللي اللي قبله إنت مثبته استخد معادة في الإثبات لكن إذا أنت عشان بدك تحفظ قوانين قلت لك كل الأسئلة وأنا جربت يعني وجرب أنت كل الأسئلة تحل باستخدام الدلة الأسية بدون ما إنك تحفظ ولا قانون إيش فيهم هذا بالنسبة إلى سكشن ثمانية ثلاثة ونيجي الآن لسكشن ثمانية أربعة اللي هو آخر سكشن في شبتر تمانية طيب تتخيل الآن سكشن أربعة حيكون عن إيش موضوعه عن معكوس الدوال الزائدية سكشن ثلاثة عن الدوال الزائدية ستة هذي بالتفصيلة خدناها تعريفة وبعض قوانينها مشتقدتها وتكاملاتها هل قلت بنا ناخد إيش؟ معكوسة اللي هو آخر سكشن ثمانية أربعة إنفيرس هايبر بوليك فانكشنز معكوس الدوال الزائدية ركز معها لو سمعنا هل قلت إحنا الدوال الزائدية عرفناها بدلالة إيش؟ بدلالة إيش عرفناها؟ بدلالة الإكسبونينشيل فانكشن إي إكس صح أو لا؟ هاي قدامك القانون طيب معكوسة حيكون معرف بدلالة إيش؟ بدلالة اللين فاهم؟ ليه؟ لأن اللين هو معكوس الدالة الأسسية إي وبالتالي القوانين هذي قوانين معكوس الدوال الزائدية كلها حتعرف بدلالة اللين لأن الدالة الأساسية معرفة بدلالة إي أنا حين هأخذ قانون للسانش إنفرس والكوزانش إنفرس والتانش إنفرس والسكش إنفرس اللي هما الأربع قوانين هذولة اللي ما خدهم معايا في الكتاب أتعرف على تعريف كل واحدة فيهم إيش بالساوي واشتقاق كل واحدة فيهم إيش بالساوي وأيضا بعض التكاملات عليهم أول حاجة أنا بدي أتعرف على الدوال هذي معكوس الدوال الزائدية إيش بالساوي خد بالك القوانين هذي كالتالي أول حاجة بقول للسانش إنفرس إكس بساوي لن واحد زائد جذر إكس تربيع بلاس ون ركز معايا لصمع أنا بديش تحفظ الصياغ هذه بس فقط بدي تعرف لإيش الإشتقاقات وبعض التكاملات عليها أنا الآن حاكتب الأربع هذول كلهم إيش بساوي وحأثبت الأول السانش إنفرس إكس فعلا بساوي لن هذا الكلام مطلوب منك فقط تعرف طريقة البرهان يعني ممكن ما تنسأل في الامتحان وما بدي تحفظوهن لكن ضروري جدا تعرف طريقة البرهان للمعرفة عشان إيش نستخدمها في حالات أخرى تانية فأنا بتثبت لك أول قانون فيهم اللي هو الواحد هم أربعة هأخذ الأولان ونثبته والثلاثة البقين حيكون نثباتهم بنفس الطريقة بس يارد تنتبه معايا لطريقة البرهان كيف السنش إنفرس إكس بساوي لن هذه تمام إيش هعمل هنا هأفرض الواي بساوي سنش الإنفرس إكس أفرض سنش الإنفرس إكس بواي ولا بيو ولا بالدكية تمام طبق للتعريف لو سمحت لما أقول لك وي بساوي السنش إنفرس إكس هذا معناه إيش إعكس إنه السنش الواي بساوي إكس معكوسة إلا أنا استخدم لي قانون السنش إلا أخذناه هذا بساوي إي قس إي وي ماينس إي قس سالب واي على 2 بساوي إكس أضرب ضرب تبادلي بصير إي قس واي ماينس إي قس سالب واي بساوي 2 إكس إنت إيش بدك تثبت يا عمي بدك تثبت إنه الواي اللي إنت فرضها بسنش إنفرس إكس ركز معايا بتساوي هذا تعلمني طريقة البرهان افهم بدك أثبت إنه الواي بتساوي هذا الكلام طيب هلقيت هادي بدك أخليها على شكل معادلة تربعية عشان أحلها بالقانون العام إيش أعمل أضرب طرفي المعادلة هادي بإي قس واي هلقيت ها تعرف ليش أضرب طرفي أنا بدي أجد قيمة واي قيمة واي هيك لحالها بقدرش أحلها واحد يقول لي بدك دخل اللين غلط بقدرش أدخل اللين للطرفين لأنه اللين بتوزعش على الطرح توزع على ضرب القسمة مش تقول للين طيب إيش الطريقة الصح لإيجاد الواي بقول لي عملها معادلة تربعية إذا أضرب في إي قس واي الأطراف كلها إذن إيش بدي أقوله هنا ملتيبلاي باي إي قس واي اللي هو بوث سايت أضرب الطرفين بإي قس واي شو بيصير معايا نقول لما تضرب هاد بإي قس واي حتصير إي قس واي لكل تربيع ولما تضرب هاد بإي قس واي بتساوي إي قس واي في إي قس ناقس واي إي قس سفر يعني واحد ناقص اثنين إكس إي قس واي بساوي سفر خلاص أنا عندي يا شباب معادلة تربعية في إي قس واي هايها الأولانية إي قس واي لكل تربية ناقص اثنين إكس إي قس واي سالب وين بساوي سفر هاد طريقة مهمة وبتلزمها قدام عشان هيك أنا بدي تتعلمها ولو إنه يعني القانون ما تحفظوش لكن اعرف طريقة البرهان بتعرف أنه هاد معادلة تربعية في إي قس واي ش هي المعادلة تربعية أنا عندي معادلة تربعية شكلها زي هيك إي واي تربية زائد بي واي زائد سي بساوي سفر هاي بسموها معادلة تربعية في واي انت بدل الواي هادي عندك إي قس واي تخيل إنه بدل الواي هادي هايها إي قس واي وبدل الواي هادي إيش إي أوس واي هادي السالب 2x ثابت ملناش فيها ثابت أنت فرضها بالإكس قيمة فهادي إي أوس واي هي جذر المعادلة اللي عندي طيب القانون العام لحل هذه المعادلة عارفينه الواي بساوي إيش عارفين ماينوس بي بلاسور ماينوس الجذر التربيع لب تربيع ناقص 4A سي على 2A هاد القانون العام لحل أي معادلة تربعية الواي هاد إي لها قيمتين واحدة بالموجة واحدة بالسالب من هو البي معامل الواي من هي الـA معامل الواي تربية من هي السي لحد الثابت مركز معايا طيب إيش الـA هنا بساوي قلنا معامل الحد التربيع اللي هو قد إيه واحد ومين هي البي معامل الواي اللي أنا عندي هنا إي أوس واي سالب 2x وإيش الحد الثابت إيش حد دخل الليل للطرفين دغري غلط إذن إيش النتيجة حل معايا شوف إي أوس واي مش هانا هادي معادلة تربعية في قلنا في إي أوس واي ها بدل الواي إي أوس واي بالساوي سالب إيش عندي بي 2x بلاس ور ماينس جذر التربيع لا بي تربيع ربع هادي 4x ناقص 4A في سي اللي هي سالب 4 في هادي في هادي يعني الزالب زائد 4 على إيش 2A A اللي هي معانا واحد واضح يا عمي ها قلت إيش عمل خد الأربع عامل مشترك من جوات الجذر طلحها برا جوة الجذر 2 خد 2 عامل مشترك من هنا اختصر 2 مع 2 مع 2 بمشي الحال شو بصير عندي بصير عندي x بلاسور ماينس جذر x تربيع زائد 1 ياريت تنتبه معاي تقريبا خلصنا يا شباب لو سمحتوا الإي أوس واي طلع إلها كم قيمة شو هم إي أوس واي طلعت بتساوينا x زائد جذر x تربيع بلاس 1 وإي أوس واي x ناقص جذر تربيع x تربيع زائد وي ما هو الإي أوس واي دائما الدمين إلها من سالب الفينيتي إلى الفينيتي والرينج موجب دائما الإي أوس واي قيمها إيه طب الأولانية أنا بقول أكبر من سفر فش مشكلة والتاني أصغر من سفر طب ليش التاني أصغر من سفر أعوض جرب حط x بواحد واحد ناقص جذر التربيع إلى 2 سالب ولا موجب سالب 2 ناقص الجذر التربيع إلى الخمسة سالب إذن هذه القيمة دائما سالب لجميع x حتى لو كانت x بالسالب إذن النتيجة إنه هذه القيمة مرفوضة وهذه اللي أخدها إذن صارت عندي إي أوس واي بالساوي x زائد جذر التربيع إلى x تربيع زائد واي هلقيت دخل الليلة الطرفين لما نخليتها إي أوس واي لحالها لأنه أنا بدي الواي قيمها دخل الليلة الطرفين صارت عندي إحنا بنعرف إنه لن الإي أوس واي يعني إيش واي لما ندخل الليلة الطرفين لن هذه بالساوي واي لأن x زائد الجذر التربيع إلى x تربيع زائد واي واي أنت فرضها بسنش انفرس اكس معناه القانون الأول عندي أو الصيغة الأولى للسنش انفرس إنه السنش انفرس نعم كيف آه قانونة هذا x سوري سوري x إذن هذا عندي إيش إيش إذن القانون الأول بيقول السنش ال x بساوي لن لن إيش لن ال x بلس جذر التربيع لx تربيع زائد الواي هل قلت أنا لما نتكلم عن الإشتقاق يا شباب إحنا أثبتنا إنه هادي بالساوي هادي طب أنا لو بدي أخذ مشتقة هادي إيش أعمل اشتاق هادي محنا خدنا مشتقة اللين إيش مشتقة اللين واحد على هادي في مشتقة هادي بس قبل ما نتكلم عن الإشتقاق تعالوا تشوف الأربع قوانين كلهم إيش بساوي بدون ما تحفظ هادي القوانين للمعرفة فقط كوزايش إنفرس الإكس بساوي لأن الإكس بلس جذر إيش إكس تربيع ماينس ون إكس تربيع ماينس ون هل قات بقول لي الإكس هادي قيمتها أكبر من الواحد أو تساويها ركزوا كويس معايا الإكس هادي عليها شرط ليش طبعا أنت بديك اللجوات الجذر هذا موجب صح وبديك كل الحد هذا إيه موجب طيب ممكن واحد يقول لي بنفعش أنا أعوض عن إكس بقيمة سالبة هنا بنفعش ليه لأن شباب الكوزايش إحنا خدناه في المحاضرة الفاتتة إيش الدومين إلو من سالب إنفينيتي لإنفينيتي وإيش الرينج من واحد لما لا نهاية طب لما أقول لك كوزايش إنفرس بدك تعكس الرينج حيصير دومين فالدمين اللي من واحد لإنفينيتي اللي كان هناك رينج بدو صير هنا دومين عشان هيك قيمة الإكس هنا أكبر أو تساوي ون اللي هنا حتصير في الدومين عكسنا الدومين محل الرينج أربعة إيش أنت فهمت من هنا إنه الأولى والتانية زي بعض بس هاده زائد وهاد إيه ناقص لو بدك تثبتها بنفس الطريقة هي هي هتلاحظ البرهان بكل سهولة الآن عندي تلاتة تانش الإنفرس إكس بساوي نص لن واحد زائد إكس على واحد ناقص إكس والقيمة المطلقة لإكس مالها أصغر من الواحد إذن التانش إنفرس إكس بساوي نص لن بسط على مقام واحد زائد إكس على واحد ناقص إكس قيمة الإكس هنا محسورة بين السالب ون وون شو يعني؟ يعني القيمة المطلقة لx أصغر من الواحد، طب ليه؟ لأن أنا أريد هذه موجب، أريد إياها موجب وممنوع الواحد ناقص x تساوي 0، فأنا أطلع معي القيمة المطلقة لx مالها أصغر من الواحد. القانون الرابع اللي هو 6 inverse للx، إيش بده يساوي هذا؟ بده يساوي لن واحد زائد الجذر التربيعي لواحد ناقص x تربية على x، وهنا x أصغر أو تساوي واحد أكبر من السفر. برضو نفس الحاجة، هذا يساوي لن، عندك بسط على مقام واحد زائد جذر واحد ناقص x تربية على x، والx طبعا أكبر من السفر بدي إياها موجب عشان هذا كله يطلع موجب، وأصغر أو تساوي ون عشان برضو الجذر هذا يطلع موجب. طيب تعالوا الآن نتكلم عن مشتقة هذه الدوال، هاي اللي بدي إياه تعرفه؟ فقط. يعني أنا قبل ما أقول لك الاشتقاق اللي أقولت لك مثلاً find sinch inverse 1. لو بدك توجد قيمة sinch inverse 1، هاش هتعمل؟ هتعوض عن x هاد بواحد، إذن هاد حتساوي لن الواحد زائد الجذر التربيعي للاثنين، هيطلع معانا لن الواحد، نجي الآن للديريفاتيفز. ديريفاتيفز أوف إنفيرس هايبر بوليك فانكشن مشتقة معكوس الدوال الزائدية. أول قانون هنا عندي مشتقة السنش إنفيرس، هذا القاونين لازم نعرفه، شبيهة جداً بمشتقة معكوس الدوال المثلثية لاختلاف حاجة بسيطة في إشارة أو في إشي بسيط. فالقانون أول بيقول لي دي على دي إكس لسنش الإنفيرس يو. أرقيت إحنا أخذنا مشتقة الساين إنفيرس، حد بذكرني بقانونها. واحد على جذر، واحد على جذر التربيع إلى واحد ناقص يو تربيع، صح أو لا؟ ولا نسيت القانون؟ طيب، هذا إيش؟ بدل الناقص زائد، يعني هذا بساوي قانونها إيش؟ واحد على جذر يو تربيع بلاس ون في دي يو على دي إكس. هذا أول قانون، مشتقة الساينش إنفيرس يو بساوي واحد على جذر يو تربيع بلاس ون في دي يو على دي إكس. نفس قانون الساين إنفيرس، بس الإشارة اللي في النص هنا إيه؟ زائد هناك واحد ناقص يو تربيع تحت الجذر. برضو نفس الحاجة بأقول لك، ياريت هنا تعمل لي برضو جدول من عمودين، العمود الأول مشتقة معكوس الدوال المثلثية، وأيضا بعض التكاملات الأخرى. طيب، كيف نثبته هذا؟ افترض أنا نسيت هذا القانون وبدأ ثبته. إيش تعمل؟ افترض أنا بدي أثبته هذا القانون. لو أنت حافظ الساينش إنفيرس إيش بساوي؟ اشتق هذا، سيطلع معك هذا، لكن أنا أفترض مثلاً أنا مش حافظ القانون هذا ونسيت مشتقة الساينش إنفيرس يو وبدأ أشتقها، بدي أثبته. زي ما ثبتنا مشتقة الساين إنفيرس، شوف إيش هعمل هنا؟ سأقول لك لت اليو أو الواي بساوي ساينش إنفيرس اليو. نفس الطريقة اللي أثبتنا فيها مشتقة الساين إنفيرس. فرضة الساينش إنفيرس اليو بواي. استخدم التعريف هنا ساينش الواي بساوي. الآن اشتق الطرفين بالنسبة لأكس. إيش مشتقة هادي بالنسبة لأكس؟ كوزاينش الواي في دي واي على دي أكس بساوي دي يو على دي أكس. هذا الكلام أخذناه في الدوائل المثلثية مع كوسة نفسه قاعد بعيد نفس الحاجة. بس هنا بنا نغير القانون. طيب هناك القانون بيقول إيش؟ بدنا دي واي على دي أكس الآن. دي واي على دي أكس إيش بساوي واحد على كوزاينش وي في دي يو على دي أكس. طيب إيش القانون اللي هنستخدمه هنا؟ كوزاينش تربيع ناقص صاينش تربيع ايش بساوي؟ بساوي واحد. صح؟ طيب إذن الكوزاينش تربيع واي ناقص صاينش تربيع واي بساوي ون؟ شيل الكوزاينش هادي وحط بدالها واحد زائد صاينش تربيع واي بصير إيش القانون جاهز الآن واحد زائد صاينش تربيع واي تحت الجذر في دي يو على دي أكس. خلص انت فارض الصاينش واي بقديج بيو عوض عن الصاينش هادي بيو صار القانون دي واي على دي أكس. ماذا يساوي؟ بساوي واحد على جذر التربيع إلى واحد زائد يو تربيع في دي يو على دي أكس اللي هو نفس القانون اللي عندي. أنا أثبت لكم هذا الكلام في الصاين انفرس لكن هناك استخدمت القانون الصاين تربيع زائد كوزاين تربيع بساوي هنا استخدمت القانون إيش التاري. إذن هذا أول قانون عندي من قوانين مشتقة الدوال الزائدية معكوسة. رقم اثنين دي على دي أكس للكوزاينش انفرس اليو. ماذا يساوي يا شباب؟ بساوي واحد على جذر يو تربيع ناقص واحد في دي يو على دي أكس. شوف رق القانون الأول عن الثاني. إنه هنا الإشارة زائد هنا الإشارة إيه؟ سالب صح؟ طب واحد يقول لي هذا نفس قانون ساين انفرس لا. لذلك بدك تدير بالك من القوانين هذه. يعني الاختلاف بينهم بسيط جدا. هناك مشتقة الصين انفرس واحد على جذر واحد ناقص يو تربيع. هذه يو تربيع ناقص واحد. أيها المتغير قبل لو بدك تثبتها برضو بنفس إيش الطريقة اللي عندي. تعالوا ناخد الآن الثالثة والرابعة نشوف إيش مشتقتهم. الآن الثالثة. إيش اليو هنا يا شباب؟ في شرط على اليو. في شرط على اليو نفس الشرط هذا. إيش يا أنا اليو بساوي اليو أكبر من الواحد. بساويش واحد لأنه لو ساوت واحد بصير المقام عند إيه صفر غير معرف. هنا اليو شرط أساسي تكون إيه أكبر من واحد. وعرفنا ليش. ثلاثة دي على دي إكس للتانش إنفرس يو واحد على واحد ناقص يو تربيع في دي يو على دي إكس. والقيمة المطلقة لليو هنا أصغر من الواحد. هذا نفس قانون التان إنفرس بس هذي كزائد هذي ناقص. عشان يتقارن القوانين هذي في بعض. إيش مشتقة التان إنفرس. فيش فيها جذر هذي قلنا. واحد ما أنت لو حليت الأسئلة كان بتلاقي الموضوع عندك الآن سهل. أنا قلت لك لازم تحل أول بأول الأسئلة. فقانون التان إنفرس واحد على واحد زائد. هذي قانونها واحد على واحد ناقص بس الاختلاف بالإشارة. طب آخر قانون مشتقة السكش إنفرس لليو. شو بساوينا؟ واحد على يو برضو زي هذيك في هذيك إش كانت؟ هذي كانت ويو في الجذر التربيعي لإيه؟ لا يو تربيع ناقص واحد هذي عكسة واحد ناقص يو تربيع في ديو على دي اكس. هذي أكبر من سفر أصغر أو تساوي ما. هذي مشتقة إيش؟ السكش إنفرس بس بدأ إشارة سالبة هنا. مشتقة السكش إنفرس يو بالساوي سالب واحد على يو في جذر الواحد ناقص يو تربيع في ديو على دي اكس. يريت يا شباب تكتبوا القوانين هذي والطبق والأسئلة. الآن المحاضرة جاء إن شاء الله حنقول لك قلنا لك مشتقة هذي بالساوي هذي حنقول لك تكامل هذي بالساوي هذي ونحل أسئلة التكامل. بس خلوني في الخمس دقائق اللي ضايلين أخذ سؤال اشتقاق على كل واحدة فيهم عشان نعرف كيف نطبق القوانين هذي على السريع. في سكشن الثامن الأخير. السؤال بقول لي فايند. إف شرطة للإكس. سؤال أربعة. تمانية أربعة. الإف إكس معطيني إياها بالساوي سايش إنفرس إيو سيكس. تطبيق مباشر على القانون. القانون الأولاني. تطبيق مباشر عليه. كل اللي هتعمله. الإي إكس هذي هتشيلها. أو اليو اللي في القانون هتشيلها ونحط بدالها إيو سيكس. هيصير عندي الإف شرطة للإكس إش بساوي. بساوي إنه واحد على الجذر التربيعي. ليو تربيعي اللي هي إيو ستنين إكس زائد واحد. في مشتقة هذي بالنسبة إلى إكس إيو سيكس. واضح؟ تطبيق مباشر على القوانين. فيش أي مشكلات تهانية. سؤال رقم ستة. الإف إكس بساوي الجذر التربيعي للكوزانش إنفرس إكس. إيش هتقول للمشتقة هنا يا شباب؟ أول حاجة هنشتق الجذر كله. يعني هنا هنقول لنص في كوزانش إنفرس إكس أس سالب نص. في مشتقة الكوزانش إكس هذي اللي هو قانون رقم اثنين. واحد على الجذر التربيعي لإكس تربية ناقص واحد. يعني هذا الكوزانش إنفرس إكس طبقنا فقط التعريف بدل اليو حطينا إكس فصارت جذر إيش الإكس تربيع ماينس ون. طيب السؤال عالتانش اللي هو سؤال ثمانية في إكسرسايز أربعة. الـ إكس بالساوي تانش إنفرس ساين ثلاثة إكس. هطبق هنا القانون الثالث بدل اليو حط إيش ساين ثلاثة إكس. حيصير عندي هنا الأف شرطة للإكس شو بالساوي شباب؟ واحد على واحد ناقص يوتربيع اللي هي واحد ناقص صاين تربيع 3 إكس مركز معايا في مشتقة هذه صاين ثلاثة إكس كوزاين ثلاثة إكس في مشتقة التلاتة اللي هي ثلاثة كوزاين ثلاثة إكس. لا بدك تبسط معروف الواحد ناقص صاين تربيع بساوي كوزاين تربيع تختصر كوزاين مع الكوزاين هنا فهذا بساوي إيش بساوي 3 على كوزاين 3x أو بساوي 3 6 3x لا هادي صاين مش صاينش هادي صاين ها قد بالك مش أجش فيش أجش هنا صاين تربيع كوزاين 3x آخر سؤال على اللي هو الرقم 10 بقول للف في x بالساوي 6 inverse جذر الواحد ناقص x شوفوا كله برضو تطبيق مباشر هنا هعوض عن اليو بيش قانون الأخراني هذا هعوض عن اليو بجذر الواحد ناقص 6 هقول هنا الف شرطة للx ايش بالساوي ناقص 1 على طلع معايا لو سمحت اليو كلها حشيلها وحط بدالها هادي اذا هادي بصير جذر واحد ناقص x فيه الجذر ايش جوه الجذر واحد ناقص يو تربيع هادي اليو جذر الواحد ناقص x بدا ربحها هتصير ايش واحد ناقص x هيروح الجذر لما نربحها صح في مشتقة هادي اللي هي نص واحد ناقص x سالب نص في مشتقة اللي جوه ما ننساش اللي هو ايه سالب واحد لو بدأ بصطها هادي الناقص مع الناقص بتروح الاثنين هادا في المقام واحد ناقص x والسالب نص تحت الجذر بتنزل في المقام جذر مع الجذر بروح بضل واحد ناقص x لحالها وهادي واحد ناقص واحد ناقص في ناقص x اذا الجواب لو بدك تبسطه بده يطلع واحد على اثنين في واحد ناقص x في جذر ال x في اي سؤال مين بده اي سؤال اي استفسار طيب هو تقريبا يعني حنحتاج ممكن كمان بس ابو تلت ساعة او اقل عشان نخلص سكشن تمانية اربعة فاحتمال المحاضرة جاء ان شاء الله نبدأ في شابتر تسعة بس باتمنى عليكم شابتر تمانية هادي تراجعوا تحلوا كل اسئلته عشان لو فيه اي سؤال مش عارفينه في المحاضرة جاء ان شاء الله شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة